اشتركوا في القناة اللي جاي يسمع اشي ايجابي ما يسمعش اشي سلبي ما يتابعنيش عادي يسكر الفيديو ويطلع اللي جاي فكره اني انا بدي اكذب عليه واحكي له اساطير واحكي له امنيات اطلع من الجو اللي هو فيه عشان انه انا اعطيه اشي سلبي واكذب عليه برضو مش رح يلاقي عندي برضو يسكر الفيديو ويطلع يروح يتابع غيري اللي جاي بدو يعلق فشله وسوء حظه على التوقعات اللي انا بحكيها اني انا السبب فيها برضو نفس الاشي ما يتابعنيش يروح يتابع غيري اللي جاي بدوش يسمع نصيحة وبفكرني اني انا بحكي ضده او انا بدي احبطه او بدي انا ادمر اعصابه برضو نفس الاشي ما يتابعنيش يروح يتابع غيري فيه ناس كذبين كثير موجودين يعني بعطوك الاشي اللي انت بدك هي وعلق على شمعتهم زي ما بدك اللي جاي بدو يلفت الانظار انه شخصي يعني بعرف يحكي وبعرف يغلط وبعرف يسب فانا بحكي له برضو انا عندي لسان بس ادبي واخلاقي بسمح ليش اني اسب عليك فعادي جدا تعلمت مبارح اني انا كيف اعمل حضر للاشخاص فانا تلقائيا رح اعملك حضر سريع جدا حتى لو كنت انت من الاشخاص الفعالين على الصفحة انا ما بسمح لاي انسان انه يغلط عليه او يقلل من جيمتي او ما يحترمني لاني انا بحترم الجميع فبتوقع من الجميع يحترموني فحاول انك انت تنتقل كلمات وانت بتنتقد فيه ليطلع انتقادك لطيف جدا وبناء جدا ويفيد غيرك كمان مش يفيدني انا لحالي رح اسمع منك ورح ارد عليك ولكن ان قليت ادبك عادي جدا رح احضرك من القناة اه كمان اه اذا انت علاقتك وحياتك فاشلة وانت مش عارف تحب وثاني اشي عامل مشاكل مع اللي بتحبه وانسانيتك واخلاقك بدك تحكم الشخص اللي انت بتحبه وتفرض رأيك عليه وحابب اني انا اجاملك وقولك انت معك حق وانه هي رح ترجع وتقعد تحت رجليك لانه انت انسان مقطوع الوصف برضو نفس الاشي بتمنى انك انت تحضر حالك وتطلع من الصفحة لاني انا مش رح اجاوبك على اي سؤال انت بتسأله لانه انا بجاوب مرة واحدة اليك تاخذ بالكلام او اليك ما تاخذ بالكلام ولكن تضلك تعيد بنفس السؤال كاني انا ما في وراي ولا شغل ولا عملي ولا واحد من الموجودين في القناة هدولا المتابعين كلهم عاجبك كاني انا لازم اتفرغ لك برضو هذا مش من حقك في غيرك الو اولويات في هذا الموضوع بعتذر جدا من كل الاصدقاء والاحباء اللي موجودين على القناة اللي انا بحترمهم وبقدرهم على هذه اللهجة ولكن وجدت كثير من قلة الادب وقلة الاخلاق واللسان اللي مش مربة والانسان التافه اللي بعلقه تعليقات بعد مرات بتستفز وبتخلي الواحد غصبة عنه انه يرد ولازم يرد بفكر انه انا فاتح القناة هاي بس عشان اسمع شتائم يعني هو الزلمي اللي بصرف علي وانطعميني وانشبعني وفارض رأيه علي فانا لازم ايش انا اقول له حاضر يا حبيبي شكرا يا حبيبي تحت امرك انا يا حبيبي انا بحطش واطي لاي انسان انا ربنا خلقني حر فعشان هيك انا حر انا مش عبد لا اليك ولا لغيرك فاذا عجبك الكلام هذا بتتابعني ما عجبك هذا الكلام عادي جدا اعمل لي بلوك يا سيدي واطلع من القناة مع كل الاحترام والتقدير للجميع وبعتذر عن هذه المقدمة كمان مرة اه وبحترم كل انسان مسك نفسه وما رد على هذه الاشكال اه لانه فعلا انهم بستحقوا البهدلة ومنقول القافلة تسير والكلاب تنبح والحياة كلها رايحة واحنا مكاننا لا هي بتروح واحنا ماشيين ولا احنا ماشيين واحنا قهدين ما شاء الله كله صار ينبح وانبح وسلامتكم خلينا ندخل في موضوع اليوم احنا رح نحكي عن توقعات هذا اليوم توقعات هذا اليوم طبعا اه رح تكون فيها شوي اشياء ضاغطة لانه شوي الكواكب الان بلشت تعمل زوايا سلبية كثير اثنين اه اللي بدو يعرف شوي يعني زوايا سلبية يرجع توقعات السنة انا حكيت شوي يعني زوايا سلبية هاي وشرحتها بالتفصيل الممل وحكيت انه السنة هاي سنة مش منيحة بسبب هاي الزوايا فما رح ارجع اعيدها واشرحها كمان مرة اه بالنسبة للاشي اللي رح يضغط الفترة هاي هو معروف تراجعه طارد اللي رح يصير في توقعات بكرة رح نحكي عنه وبدأ تأثيره من يوم امس المريخ اللي بنتقل وبدأ تأثيره من يوم امس اليوم رح نحكي عنه لانه اليوم رح يتمم عملية الانتقال تبعته وكل هالزوايا اللي مش منيحة اللي نكون مؤدب في الحكي بتأثر علينا كلنا فاذا انا بدي اجي احسب لبيت او بدي احسب لشخص واستثني كل هالزوايا السلبية ايش بدي احسب له يعني اذا الجدي في زوايا سلبية واذا الحوت الان بلش يشكل زوايا سلبية واذا التور صار يشكل زوايا سلبية واذا الكواكب تتراجع واذا الكواكب عملة انتقالية وزوايا تربيع ومن وين اجيب انا يعني اشحد لكم ولا انا اكذب عليكم وانافق عليكم انا بحكي اللي انا شايفه صح اذا انتو مقتنعتوش في اللي انا شايفه ما لمستوه انتو عادي جدا يعني يعني اعذروني انا اخطأت يعني كمان اللي بدخل يحكي مثلا اللي توقعاتك مش صحيحة انا زي وحدة يمكن شفته تعليقها نشرته ثلث اربع مرات وربعات على نفس الفيديو توقعات الحمل مش صحيحة انا الحمل وطالعي بين الجوزاء والسرطان فكل توقعات الحمل مش صحيحة طيب ليش ما حكتيلي الجوزاء والسرطان مناح يعني بنطبق عليك ولا لا ولا هو انت بس انه بتتصيدي على اساس انه برضو تنزلي تجاوبي وتقترحي انه هذا الشخص ليش انا حكيت عنه وبتعتقدي انه طالع برجه طيب اذا انت بتعرفي في الابراج اكتبيلي تحليلك شو السبب عدم الصحة وين اللي انا اخطأت فيه في الموضوع هذا تحليلي في اي نقطة غلط عشان طلعت النتيجة عندي غلط وانت شايفي لانه الكواكب هيك والزاوية هيك من المفروض انه يكون صحيح ولا هي بس انه يعني فرد عضلاتي شغلة انا ما بفرد عضلاتي انا بحكي اللي انا شايفه وانت حرة يمكن لك علمك الخاص فيك يعني او ممكن انت نازل من كو 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 تاني ومش من كو كونا فعشان هيك التوقعات ما زبطت عليك الله اعلم خلينا نروح على التوقعات لانه فيه ناس حكولي ليش بطلت الطص في البداية وتحكي اشياء في البداية تفيدنا فاعتقد انه اللي انا حكيت وهي مجموعة اشياء بتقدروا تستنبطوا منها اشياء تفيدكم وفيه اشياء يعني ممكن انه ما تفيدكم وتنتقدوني عليها طبعا بالنسبة لتوقعاتنا اليوم رح نحكي عنها بالتفصيل الممل توقعات اليوم الاحد 16-2 القمر ما زال موجود بالعقرب ورح ينتقل للقوس رح يكون فيه منزلة الشولة وهي المنزل الى الضفر والتفريق والسلامة والربح والخراب والتسليط وبما انه القمر رح يظل ساعات الصباح موجود في العقرب فمعناته احنا لغاية ساعات الصباح اللي هم اساسا الاشخاص اللي عايشين في كوكو تاني او في عفوا في الجزء الثاني من الكرة الارضية اللي عندهم نهار فبكون تأثير العقرب واضح عليهم خلال الساعات اللي هم عندهم نهار فيها فبتكونوا اكثر تطروا في تصرفاتهم يا بيحبوا بشدة يا بيكرهوا بشدة بشعروا بالانتقاد والغيرة والحدة بلعب الجنس دور ملحوظ في حياتهم يجب ان يسيطروا على مشاعرهم بشكل جيد لانه ممكن انهم ينفجروا في اللي حواليهم تحت وطأة الضغوط العاطفية او الامور المحبطة بوسعهم شراءة بوليس التأمين او قراءة رواية بوليسية مثيرة او مشاهدة فيلم مغامرات او اتخاذ قرار حاسم او شراء بيت بالنسبة للزوايا اللي رح تتشكل هي تقريبا ابتداء من هذه الليلة يعني من بعد الحلقة اول زاوية رح تكون زاوية التزديس ايجابي بين القمر وبلوتو رح تكون الساعة 25 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش هاي بتعزز قدرتنا على سيطرة على مشاعرنا وافكارنا ومنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تربيع سلبية بين القمر والشمس يعني الساعة 10 و16 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش هاي بتخلق يعني نوع من حالات عدم الاستقرار بتتمثل بصراع بين المشاعر والفكر بتعكس بتنعكس سلبي على علاقتنا مع الآخرين اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية التزديس ايجابية بين القمر وزحل في تمام الساعة 10 و19 دقيقة مساء نصبح اكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحسب المسئولية هاي الزاوية راح تكون تقريبا تقريبا الساعة 10 و19 دقيقة بتوقيت جرينتش يعني الساعة 12 و3 بعد منتصف الليل بعد هاي الزاوية مباشرة راح يصير في خلوه مسار راح يكون خلوه المسار ساعة 10 و19 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش يعني بتوقيت الاردن بعد منتصف الليل بثلث ساعة هاي الليلة راح يستمر خلوه المسار لغاية الساعة 4 و6 دقائق صباحا عادة في فترات خلوه المسار هاي فترات سلبية جدا ولما بنتقل القمر من برج لآخر بتتشكل هاي الزاوية هاي الزاوية بنسميها بفترة خلوه المسار هي لا تصلح لأي خطوة جديدة مهمة في حياتنا لا ننصح فيها لا بتوقيع عقد ولا بزواج ولا بخطوبة ولا بتوقيع عقود ولا بشراء شيء ثمين الآن في ساعات الصباح القمر بيكون انتقل للقوس يعني ساعة 4 و6 دقائق صباحا بتوقيت جرينيش يعني بتوقيت الأردن الساعة 6 و6 دقائق بتوقيت جرينيش طبعا تأثير القمر لما بدخل على القوس منشعر بابتهاج ومنجد الناس أكثر مرحا ومننطلق على ساجيتنا وبيتجه فكرنا خلال تفاؤلنا إلى عالم الفلسفي والدراسي والدين من ميل للترحال والسفر والرياضة والمغامرات بوسعنا اقتراض المال ودراسة لغة جديدة والاستمتاع بهواية ما وتجربة الحظ والتخطيط لرحلة ما أو إجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد اللي رح يصير برضو في ساعات الظهر تماما هو انتقال المريخ من القوس للجدي رح يكون الساعة 11 و32 دقيقة ظهرا يعني بتوقيت الأردن بنقدر نحكي الساعة وحدة ونص بينتقل المريخ حكينا للجدي هاي الفترة رح تمكث حتى مساء يعني رح يمكث المريخ في الجدي لغاية يوم ثلاثين ثلاثة بعدين بنتقل بعدها للدلو رح يكون في حركة أمامية ما في تراجع انتقال كوكب المريخ من برج لآخر دائما بيحمل معه نوع من المشاحنة أو أعمال العنف والمواجهات قبل وبعد موليد برج الجدي بيشعر خلال الفترة المذكورة بالحيوية والطاقة والجراءة والرغبة الجنسية ولكن ممكن يندفعوا في تصرفاتهم ويتهوروا ويعصبوا أما بالنسبة للتأثيرات اللي رح تكون على كل الأبراج من هذا الانتقال مول الحمل بدهم يتجنبوا الدخول في مواجهة مع المسؤولين في مجال العمل الثور بدهم يحذروا في السفر البعيد وبدهم يتجنبوا قضايا قضائية الجوزاء بدهم يحذروا من أي شراكة مالية السرطان بدهم يحذروا في الشراكة المالية والعاطفية الأسد في العمل لا سيما في العلاقات مع الزملاء وبدهم يمتنعوا عن رفع حاجيات ثقيلة العذراء بدهم يضبطوا أعصابهم أثناء التعامل مع أحبائهم الميزان بدهم يتجنبوا مواجهة مع أفراد العائل وبدهم يحذروا من النيران والأدوات الحادة العقرب بدهم يحذروا من السفر داخل المدن وبدهم يتجنبوا مواجهة مع أخ أو جار القوس بيستفيدوا ماليا ولكن بتتصاعد عندهم النفقات الجدي بدهم يضبطوا أعصابهم أثناء التعامل مع الغير لأنه عندهم استعداد للتصرفات متسرعة الدلو بدهم يحذروا من تآمر وراء الكواليس الحوت بدهم يمتنعوا عن مواجهة أو فرض السيطرة على صديق حكينا أن القمر رح يكون موجود في القوس خلو المسار القادم رح يكون يوم 18-2 في تمام الساعة 9 أو 3 دقائق بتوقيت جرينيش صباحا بيستمر حتى تمام الساعة 10 أو 36 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيش بعدها بنتقل القمر لبرج الجدي عمر القمر القمر الآن هو القمر المربع عمره 22 يوم في تمام الساعة 10 أو 20 دقيقة مساء بتوقيت جرينيش بيصير عمره 23 يوم نسبة الإضاءة 50% بالنسبة لمزاج الكواكب وطباعها خلال هذا النهار الشمس في الدلو حتى 19-2 المزاج ممتزج وممتزج يعني يتقلب طول النهار بين السعادة والنحوسة فعشان هيك ما منقدر نحصر الساعات أو عدد الساعات اللي بيكون فيها سعيد ومنتحس فعشان هيك منقول ممتزج القمر في العقرب ورح ينتقل للقوس حتى 18-2 المزاج سعيد عطارد في الحوت وبعدها رح يبدأ عملية التراجع نهار الغد في 17-2 بيبدأ عملية التراجع مزاجه منتحس لأن تأثيراته بلشت تأثر علينا الزهرة في الحمل حتى 5-3 المزاج سعيد المريخ في القوس ورح ينتقل للجدي ورح يمكث في الجدي لغاية 30-3 المزاج منتحس المشتري في الجدي حتى 14-5 وبعدين بيبدأ عملية التراجع في الجدي مزاجه سعيد زحل في الجدي حتى 22-3 مزاجه سعيد اورانوس في الثور حتى 15-8 وبعدين بيبدأ عملية التراجع في نفس برج الثور مزاجه سعيد نبتون في الحوت حتى 23-6 وبعدين بيبدأ في عملية التراجع في نفس برج الحوت ومزاجه سعيد وبلوته في الجدي حتى 25 أربعة وببدأ عملية التراجع تاعته وفي نفس البرج برضه الجدي ومزاجه سعيد أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل تنشطون اليوم من ساعات الصباح في الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما البعيدة تشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحبائكم معكم ممكن تخرج في رحلة أو تروج لعمل أو تحصل على معلومات ما كنت توقعها بيكون هناك نجاح وحظ في حياتك العاطفية والعائلية هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف خارطك الفلكية إيش بتحكي لك بالنسبة إلى وضعك النفسي اليوم بكون لا إيجابي ولا سعيد سلبي يعني وضع طبيعي جدا أمورك مستقرة بشكل واضح أما بالنسبة للوضع المالي أنا شايف أنه في عندك التزامات وأمور إلها علاقة بالفوتير والفوترة فاليوم في عندك كثير من المصاريف حاول أنك تتجنبها وحاول أنك أنت تعمل ميزانية بشكل واضح جدا خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيتك الثالث فعندك بعض التنقلات والاتصالات ولكن العصبية شايف فأنا بتسيطر عليك في أوقات كثيرة من النهار حاول تمسك حالك حاول تنتبه من التهور ومن المغامرات حاول أنك تنتبه من العصبية لأنه ما في داعي للعصبية أي شيء حتى لو كان عندك مقابلة أو عندك مناقشة لا تعتمد على الحدث والحظ لأن الحظ اليوم مش موجود في هذا البيت أما بالنسبة لبيت الرابع فأنا بحكي لك بما أنه في سلبية في البيت الثالث والبيت الرابع ما في أي سلبية فبدك تنتبه أنت بأثناء تعاملك مع أهل البيت خصوصا مع الأبناء أو مع أخ أو مع جار من العصبية أما بيتك الرابع فأمور مستقرة عليه تماما ما في أي خلافات أما بالنسبة لبيتك الخامس أمورك العاطفية زي الأمور الروتينية يعني في حظ بسيط في الأمور بدعمك ولكن مش بالقوة اللي أنت بدك إياها مش بالشكل اللي أنت بدك إياها بالنسبة لبيتك السادس يعني انتبه على صحتك شوي ممكن يصير بعض التقلبات عندك ما في داعي أنك أنت تهمل بنفسك ولا تهمل بأعمالك بالنسبة لبيتك السابع لا في معك حظ ولا في نحس معك في يعني الأمور المعتادة الأمور الطبيعية وحتى هذا بنعكس على بيتك الثامن يعني البيت خالي من أي تأثيرات تذكر إن كان سلبية أو إيجابية بالنسبة لبيتك التاسع عندك بعض النشاطات الاتصالات الخارجية مع مؤسسات تعليمية ممكن يكون عندك محاكم أو قضايا ممكن اللي عنده سفر هذا اليوم أو دعم من الخارج يحصل على بعض النقاط الخارجية أو بعض الدعم الخارجي الحظوظ مش كاملة ولكن إنه في نسبة حظ مقبولة أما بالنسبة لبيتك العاشر بيت العمل والمؤسسات الحكومية والمؤسسات الكبيرة برضو خالي ما في أي تأثير لأمور مستقرة تماما أما بالنسبة لبيتك الـ 11 ممكن إنه يتوجه لك دعوة من صديق أو دعوة لاجتماع أو دعوة لفرح أو دعوة لحفلة معينة حاول إنك أنت تخرج وتغير من الجو اللي أنت فيه الأمور طبيعية ما في حظوظ فيها ولكن برضو ما فيها سلبية يعني بتدعمك بشكل إيجابي أما بالنسبة لبيت المتاعب اليوم بلاقي إنه الأمور صارت إيجابية أكثر الدعم موجودة أكثر ما في أي خوف من أي أحد ممكن يتآمر عليك بالخفاء بالعكس رح تنكشف أوراقه مباشرة وإنت بالنسبة إلك في مكان آمن من أي شيء خارجي برج الثور يعني القمر الآن موجود مقابلك تماما بينصب اهتمامكم حول البحث عن قاسم مشترك بجمعكم بشركائكم أما في ساعات الصباح بتنشغلوا في إعادة ضبط أموركم المالية سارع في تهدئة الأجواء هاي الفترة مناسبة للإطلاع على أراء الغير تتلقى مساعدة أو تعاطف عليك أن تتحلى بالليون والتفكير الموضوعي يعني أنا بالنسبة لإلي بحكي لك هذا بالنسبة للقمر أما بالنسبة للخارطة الفلكية بقول لك لا شوي الأمور فيها نوع من أنواع الضغط لأنه القمر موجود مقابلك تماما فالطاقة ضعيفة في الفترة هاي بتكون شوي نوع من العصبية أو التوتر أو ما في نفسي لشيء خلال فترة النهار يعني ما في سلبية كبيرة ولكن أنه شوي في أمور ضاغطة عليك أما بالنسبة لبيت المال بلاقي أنا برضو في عندك كثير من المشتريات والمصاريف والأمور اللي إلها علاقة بالحسابات أو الفوترة أو الالتزامات خلال هذا النهار أي أمور إلها طلب الأمور المالية أو بالدعم بفضل إنها تكون في ساعات الظهر أما بالنسبة لبيت التنقلات والاتصالات شايف أنا برضو أنه التسرع والمغامرات والإنفعالات والعصبية بتأثر عليك بشكل كبير حاول إنك ما تختلق المشاكل داخل البيت لا مع أهل مع أخ مع جار مع أبناء يعني الأمور مش مستقرة أما بالنسبة لوضع البيت أنا شايف الأمر تلقائيا هادي أنت مسيطر على الوضع تماما ما في أي مشاكل تذكر إن شاء الله أنه الأمور بكون فيها إيجابية وما بكون فيها أي سلبية أما بالنسبة للحظ في حضوض خفيفة في بيت الحظ والعاطفة شايف أنا أنه في بعض الاتصالات بعض اللقاءات العاطفية بعض الأمور اللي إلها علاقة بالعاطفة مش بالقوة الكاملة ولكن إنها شوي بتدعم بعض المواقف لإلك أما بالنسبة لبيتك السادس فلا بحكي لك بدك تنتبه على صحتك وتراقب حالك واثنين أي شيء له علاقة بالعمل ما تخليه تراكم لأنه الأمور ما رح تكون لصالحك خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيت الشراكة فأنا شايف إنه الأمور ما هي معك ولا هي ضدك يعني ما في إشي يعكس باتجاه سلبي على أي نشاط أو تحرك لا إلك بالنسبة لبيتك الثامن الأمر داعم لا إلك إذا كان عندك أي مراجعة قانونية لأي دائرة حكومية اليوم الأمور ممتازة نقاشاتك وأبحاثك ممكن تكون حتى لصالحك لو دخلت حتى بنقاشات إلها علاقة بالسياسة بالفلسفة بالدين برضو أنت عندك قدرة على الإقناع عالية جدا وسرعة بديهتك عالية وممكن أنت تكون فاقد لبعض الأشياء تلاقيها خلال هذا النهار إذا إلك ديون على أشخاص ممكن أنت اليوم تقدر تطالب فيها بالنسبة لبيتك التاسع الأمور جيدة شيئا ما في بعض الحضوظة بتدعمك في هذا البيت في الامتحانات وفي السفر السفر البعيد وأشخاص خارج البلاد أشخاص مؤسسات أجنبية شركات أجنبية إيش له علاقة بالسفر بالهجرة بالمراسلات كلها هاي أمور بتمشي لصالحك أما بالنسبة لبيتك العاشر بيتك مع المسؤولين أو بيتك مع زملاء العمل فارغ من أي شيء يعني لا فيه إيش سلبي ولا إيش إيجابي بالعكس هذا بيعتمد على نشاطك أما بالنسبة لبيتك الـ 11 بيت الحياة الاجتماعية فبشوف أنا اليوم عندك كثير من النشاطات الاجتماعية واللقاءات وممكن تلتقي بأصدقاء أو تم دعوتك على حفلة أو مناسبة بكون هذا الإش إيجابي وفيه أشياء رح تسعدك في هذا المكان أما بالنسبة لبيت متاعبك فالأمور ممتازة جدا آمنة تماما يعني حتى الأمور إذا كان فيه زيارات أو أي شيء لأشخاص لهم علاقة بالمستشفيات أو بالسجون الأمر ممتاز جدا ما فيه أي شيء بخوف أما بالنسبة لبعض الأمور اللي إلها علاقة بالمكائد أو الناس اللي بتتآمر عليك فإنت آمن تماما خلال هاي الفترة ما تخشى شيء وانطلق بأي اتجاه أنت بدك إياه ولكن بدك تنتبه بدون عصبية وبدون تهور مرج الجوزاء بتواصلوا إنجاز ما تركم عندكم من عمل انتبهوا لصحتكم أما في ساعات الصباح بتنجحوا في التفاهم مع الشركاء بوسعكوا إتمام خطبة أو زواج أو توقيع عقد تجاري هاي الفترة سلبية وضاغطة ما بينفعك سوى الصبر والمرونة ممكن تتعرض لمضايقات أو خلافات هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف الخارطة الفلكية يعني أنا بلاحظ أنه من الصباح عندك بعض التوتر عندك شوية شد بالعضل أو بالأعصاب عندك بعض الآلام لها علاقة بالعضلات عندك شوية نفسية مش مرتاحة حاسس أنه فيه أي شيء ممكن أنه يضايقك أو يأثر عليك خلال هذا النهار بالنسبة لبيتك الثاني شايف أنه عندك بعض المصاريف والمطلبات المالية عندك بعض الإرباكات المالية حاول أنك أنت تمسك نفسك وترتب أمورك بشكل إيجابي حاول أنه أنت تصبر للفترة القادمة لأيام القادمة فيها كثير من الإيجابيات صحيح أن الفترة هاي ضاغطة ولكن فترة وبتعدي إن شاء الله أما بالنسبة لبيت التنقلات عندك والاتصالات يعني بما أنه البيت الأول والثاني مضغوطات فالثالث أكيد رح يعطيك شوية عصبية يوترك ويضغطك بس أهم شيء أنك ما تتهور وما تغامر خلال هذا النهار مشي الأمور بهدوء وبتمشي إن شاء الله بأرياحية ما تحاول أنك تختلق المشاكل أو تعصب لأدفه الأسباب داخل البيت لا مع أخ ولا مع جار ولا مع أب وحاول أنك تمشي الأمور بشكل طبيعي بدون انفعلات أما بالنسبة لبيتك الرابع فأنا شايف أنه شوي الأمر أهدى شوي يعني بدعمك بطريقة إيجابية خفيفة ولكنها مقبولة إنها شوي ما في نوع من أنواع الضغوطات المنزلية أما بالنسبة لبيتك الخامس فبالنسبة لقاءتك العاطفية شوي شايفها ضعيفة خلال الفترة هاي أو بشوبها شوي من القلق نوع من أنواع الخوف مش مرتاح من بعض التصرفات اللي بتصير حاول أنك أنت تصبر يومين كمان وبعدين الأمور بتتكشف لك بشكل أوضح تماما بدون ما تندفع وبدون ما تتهور وبدون ما تتخذ قرارات ممكن تتسجل عليك بشكل خاطئ خلال الفترة القادمة أما بالنسبة لبيتك السادس بدك تنتبه على صحتك وعلى عملك وما تحاول تخلي العمل يتراكم عندك لأنه إذا تراكم مشكلة حاول أنك تنجز اللي بتقدر عليه وبالنسبة للأعمال إن شاء الله في الأيام القادمة بتكون لصالحك أكثر بالنسبة لبيت الشراك المالية والعاطفية فهو إيجابي تماما بالعكس في حضوظه بتدعمك إذا كان عندك أفكار أو عندك أشياء حاب بأنك تتممها خلال هذا النهار بتقدر تتممها وأنت مطمئن البال إن الأمور لصالحك أما بالنسبة لبيتك الثامن برضو إيجابي وداعم لإلك تقدر أنت أي شيء له علاقة بالجهات الحكومية أو الأوراق الحكومية أو المراجعات القانونية بتلاقيها بتمشي لصالحك في خلال هذا اليوم وإن شاء الله إن الأمور بتكون جيدة وممكن إنك تلاقي شيء أنت كنت فاقده خلال الفترة الماضية أما بالنسبة لبيتك التاسع فشايف في عندك بعض الاتصالات الخارجية بتحاول إنك تطلب دعم أو مساعدة أو بعض النشاطات للأعمال أو تقديم الطلبات خلال هذا النهار فبشوف فيها نوع من أنواع الإيجابية بس برضو مش لكثيرة لأنه شوي في تراجع وطارد واللي بيأثر عليك لأنه كوكبك فبلاحظ أنه شوي الأمور هاي ممكن تتعطل ما تيجيك الرد عليها مباشرة ولكن بالنسبة للقضايا القضائية فبلاقيها لصالحك وبالنسبة للامتحانات برضو بلاقيها لصالحك وبالنسبة للمقابلات مع الشركات الأجنبية بلاقيها لصالحك أما بالنسبة لبيتك العاشر فأمورك في العمل ممتازة ممكن يتم الإشارة إليك أو مدحك أو تكريمك في مكان عملك من رؤسائك في العمل أو من بعض الزملاء هم اللي رتشعوك في الفترة هاي إنك أنت أقدمت أو قدمت أعمال إيجابية بالنسبة لبيتك الـ 11 عندك اليوم كثير من النشاطات الاجتماعية واللقاءات مع الأصدقاء أو الاتصالات مع الأصدقاء وممكن بعض الأصدقاء يمد يد العون لإلك ويساعدك في بعض الأمور اللي أنت بحاجتها بالفترة هاي والفترة القادمة أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو آمن تماما ما في أي مشاكل تذكر ولكن زي ما حكينا لبيتك الأول وبيتك الثاني هم اللي بغتروك بعصبوك المشكلة مش من الناس اللي حواليك المشكلة في عصبيتك ونرفزتك قرج السرطان في عنك رغب قوي في تقرب من أحبائك والتفاهم معهم أما في ساعات الصباح بتكت انتبهوا أكثر لصحتكم انتبهوا لغذائكم وراحتكم كون منظم وأحسن إدارة عملك واحذر من الجدال مع المعاونين وما تهمل صحتك ما تأجل ولا تماطل عملك حتى لو اضطريت للعمل لساعات إضافية فياك القمر بحكي لك خلينا نشوف إحنا خارطة كلفلكية إيش بتحكي لك بالنسبة لوضعك النفسي أنا شايف أن الأمور طبيعية جدا ما في أي شيء لا بضغطك ولا معك يعني الأمور تقريبا نقدر نحكي أنها طبيعية جدا إلا أنه في ساعات العصر ممكن أنك تتعرض لبعض المضايقات حاول أنك تتجنبها وما تتعاطى معها عديها ساعتين ثلاثة بتلاقي الأمور استقرت أما بالنسبة لوضعك المالي فشوي في بعض الأفكار في الأمور المالية لبعض الحسابات مش الأمر الضغط عندك شوية مصاريف بتطرق على الساحة حاول أنك أنت تنجزها وتفوتر أمورك وحاول أنك أنت ما تصرف في المكان الغير مناسب أما بالنسبة لبيتك الثالث برضو في نوع من أنواع وضغط بيجيك في خلال ساعة النهار في أمور مستجدة على الاتصالات والعصبية ما تتهور وما تعصب خلال هذا النهار إذا عندك مقابلة أو عندك مناقشة لشيء معين بدك تكون مستعد بشكل كامل أما بالنسبة لبيتك الرابع فأنا بحكي لك هنا دير بالك بما أنه الرابع والثالث شوي فيهم ضغط سلبي حاول أنك ما تنفعل ولا تعصب لا مع الإخوة ولا مع الجيران ولا مع أهل البيت ولا أحد أفراد البيت وحاول تنتبه من الإصابات داخل المطبخ إذا كنت أنت من العاملين في المطابخ أو المطاعم أو ستات لبيوت ممكن يحدث بعض الأعطال المنزلية وتكون بحاجة للتصليحات أما بالنسبة لبيتك الخامس فأنا شايف الوضع إيجابي بالعاطفة والحضوظ في عندك شوية حضوظ بتدعمك وبتساعدك خلال هذا النهار ماشيه مش بالقوية الكثير ولكن أنه بتظلها حضوظ بتدعمك في أي وقت أما بالنسبة لبيتك السادس بدك تنتبه لصحتك شوي حاول أنك أنت تنجز الأعمال المطلوبة منك وما تخليها تتراكم وخذ راحات من فترة لفترة خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيتك السابع وبيتك الثامن فأنا شايف أنه ما في أي أمور بتضغطك على مستوى الشراك المالية والعاطفية ولا على مستوى الدوائر الحكومية ولا على مستوى النقاشات اللي بتطلب أمور إلا علاقة بالفلسفة أو بالأمور الدينية فأمورك مستقرة على حسب كفاتك أما بالنسبة لبيتك التاسع ففي عندك نوع من أنواع الحضوظ بدعمك على مستوى الدراسة والامتحانات خصوصا الجامعية المناقشات السفر حتى المطالبة في أمور من أشخاص خارج البلاد أو تعاون معهم برضو ممتازة ممكن تطلع على بعض الثقافات أو على لغة معينة تحاول أنك تتعلم فيها أو مركز يلفت انتباهك لتعلم لغة جديدة أو تقوية لغة معينة أنت حابب أنك تستمر فيها أما بالنسبة لبيتك العاشر فالحضوظة تدعمك بشكل إيجابي جدا في مكان عملك خصوصا مع رؤسائك في العمل وزملائك في العمل وممكن يتم الإشارة إليك والإشادة في عملك وإنجازاتك وتكون في بعض المكافآت أو بعض الدعم في مكان العمل خصوصا مع المؤسسات الكبيرة واللي حابب يقدم على طلب أو حابب أنه طلب توظيف فهذا يوم مناسب لهاي الأمور أما بالنسبة لبيتك الـ 11 فأنا بحكي لك رح يكون في عندك لقاءات واتصالات مع أصدقائك ولكن في المساء رح تكون الاتصالات أقوى وفي منفع من الاتصالات وممكن صديقي يساعدك في مسألي معينة أو تستشيره في أمر فيشور عليك بشكل إيجابي أما بالنسبة لبيت متعبك فشوي بدك تحضر خلال هذا اليوم أنه برضو لسه في ناس عيونها مفتحة عليك في ناس بتتلسن عليك في ناس تحكي عليك بالخفاء أو بتستغيب فيك أو بتحاول تكشف سرك حاول أنك تحمي نفسك هذا النهار والأمور بتمشي إن شاء الله على خير بدون أي مشاكل وما تحاول أنك تروح على أماكن مجهولة مش مطمئن لها لأنه شوي في بعض المخاطر في بيت المتاعب برج الأسد تتركز جهودكم حول إدخال تعديل على علاقتكم العائلية أما في ساعات الصباح بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وقضاء وقت ممتع معهم ما بيتخلى الحظ المالي عنكم بتنفرج أساريرك وبتعيش لحظات سعيدة نسبيا فترة إيجابية ومناسبة لطرح الأفكار والارتباطات فلا تهمل الواجبات اتجاه العائلة والأحباء صحح الأخطاء خلال هذا النهار بالنسبة لخارطة الفلكية هيك القمر بيحكي لك خلينا نشوف الخارطة الفلكية إيش بتحكي لك بالنسبة لنفسيتك اليوم أحسن بكثير يعني الأمور مستقرة تماما ما فيه إيش بضغطك حاسس بتحسن واضح على النفسية الأمور مستقرة أما بالنسبة لبيت المال شوي بعض الالتزامات المالية أو بعض الأمور اللي بيحاجي للمصاريف يعني ضغطيتك شوي حاول أنك أنت تحسب حساباتك بشكل إيجابي وتعرف هاي الفلوس وين بدك تحطها أو وين بدك تصرفها ابعد عن الأمور الغير ضرورية في المشتريات لأنه هذا بدل على أنه فيه نفقات ولكن مش في مكانها أما بالنسبة لبيتك الثالث فانتبه من عصبيتك وحديتك وما فيه داعي للمغامرات خلال هذا النهار صحيح أنه فيه شوي الدعم بدعمك نوع من أنواع الحظوظ ولكن برضو بالتهور ما فيه دعم إذا عندك امتحان أو مقابلة خلال هذا النهار فأنت رح تكون مميز فيها بشكل إيجابي أما بالنسبة لبيتك الرابع فبما أنه الثالث فيه بعض التنبيهات والرابع خالي من التنبيهات ما فيه داعي لأي نقاشات أو جدالات تدخلها مع أحد أفراد العائلة إن كان أب أو أخ أو جار لأنه شوي الحدية رح تزيد شوي في أوقات معينة وده رح تكون الأمور مش لصالحك أما بالنسبة لبيتك الخامس بيت العاطفي فالأمور مستقرة تماما والحظ بيدعمك بشكل طفيف ولكنه إيجابي شيئا ما ممكن أنه يكون عندك كثير من التحركات اليوم هاد وكثير من الكلام العاطفي رح يخرج منك أو رح تسمعه خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيتك السادس فبدأك تنتبه إذا عندك أعمال لا تخليها تتراكم ولا تضغطك حاول أنك تنجز الأشياء الضرورية تماما خصوصا ساعات الصباح ولكن في ساعات الظهر بتلاقي أن الأمور أنجزت وأنك أنت رغم كثرتها ولكن قادر أن تسيطر عليها بالنسبة لبيتك السابع بيت الشراك المالية والعاطفية يعني ما فيه أي شيء سلبي بيضغطك ولكن الأمور الإيجابية واضحة على الساحة ما فيه حظوظ بتدعم ولكن إذا عندك فكرة أو شيء حابل بأنك تقدمه خلال هذا النهار قدمه وما تخاف أما بالنسبة لبيتك الثامن فالأمور ما زالت إيجابية داعميتك وبرضو ممكن أنه يكون عندك بعض النشاطات الحكومية أو الدوائر الحكومية أو بعض الأوراق أنت حابة بتتممها خلال هذا النهار أو بعض الأوراق بحاجة لتوقيع معين فأنت بدك يعني تحاول أنك تذهب عشان توقعها برضو اليوم هذا مناسب أما بالنسبة لبيتك التاسع فشايف الأمور ممتازة جدا خصوصا في الاتصالات الخارجية أو مع ناس خارج هذا البلد اللي أنت عايش فيها أو مع مؤسسات أجنبية أو شيء له علاقة بالقضايا أو بالقانون أو بالامتحانات أو بالدراسة فالأمر إيجابي جدا وفيه حضوظ دعميتك ولكن على مستوى الهجرة والسفر البعيد بقولك أنه الوضع مش مرشح لشغلات بهذا النوع لسه الحضوظ ما بتدعم بالشكل الكافي أما بالنسبة لبيتك كل عاشر فأنا شايف مستوى العمل مع المؤسسات الكبيرة أو مع الأشخاص أو الزملاء في العمل أو حتى مع رؤسائك في العمل الأمر إيجابي ما فيه أي شيء ضاغط ولكن مشكلتك أنت في البيت اللي هو مع أصدقائك دير بالك من أي انفعال أو تهور أو حكم لسانك صليط وممكن أنك أنت تزعل أي صديق منك خلال هاي الفترة حاول تمسك عصابك وما تندفع وما تتهور بالحكم ولا بالقرارات على أساس أنك ما تخسر اللي حواليك أما بالنسبة لبيتك الـ 11 رغم أنه فيه عيون فتحة عليك ولكن أنت كاشفهم وعارف شو بدهم وعارف كيف تتعامل معهم اؤمن شر أي شخص خصوصا لو كان صديق أي من شره قبل العدو وحاول أنك أنت تكون حذر وما تخذك العزة بالإثم بأنك أنت قادر تسيطر على الوضع لأنه أنت ما بتعرف شو مخبالك برج العذراء بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات وبكون عندكم تعامل مع أخ أو مع جار أما في ساعات الصباح بتفضلوا التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية تجدوا تعاون من أفراد العائلة ممكن تقلق حول وضع عائلي أو منزلي وممكن تظهر مشاكل شخصية ما تتهرب من المسؤولية تجاه العائلة الأجواء عدائية ومتوترة راعي وضعك الصحي هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف إحنا إيش الخارطة الفلكية بتحكي لك منلاقي أنه أنت نفسيتك اليوم مش مرتاحة مش مطمئنة عندك ضغوطات كثيرة نفسيا حاسس أنه الأمور بلشت يعني تفقد السيطرة عليها حاول أنك تركز شوي بتلاقي أنه أنت بتقدر تسيطر على الأمور بشكل إيجابي دير بالك من الانفعالات والعصبية ودير بالك من المصاريف لأنه بيتك الثاني بدل على المصاريف وبعض الالتزامات اللي راح تظهر على الساحة تخليك تدفع فلوس من خلالها أو تخسر فلوس حاول أنك تنتبه وما تضيع فلوسك على الفاضي في أشياء أنت ما راح تستفيد منها أو بأشياء أنت بتقدر تستغني عنها أما بالنسبة لبيتك الثالث فاليوم عندك كثير من الاتصالات والنشاطات ولكن برضو الأمر مش مثل ما بدك في نوع من السلبية موجود في الجو كأنك مش مقنع أو كأنه الأشخاص اللي بيسمعوك مش مقتنعين بالكلام اللي أنت بتحكيه حاول أنك تصبر يومين لحديث ما الأمور تصير إيجابية وبعدين بتلاقي الأمور كلها تغيرت بشكل إيجابي أما على مستوى البيت فبلاقي أنا أنه ما في إيجابية في البيت الرابع ولكن السلبية طفيفة جدا في الموضوع فعشان هيك بدك تدير بالك من الخلافات مع الأبناء أو أي خلافات داخل البيت مع أخ أو مع جار أو مع أبنائك لأنه الوضع مشحون أما بالنسبة لبيتك الخامس بيت العاطفي والحضوض شوية فيه شوية حضوض بتدعمك ولكن ما تعتمد عليها بالشكل الكامل أنك تغامر في مواضيع كبيرة استغل الشغلات اللي بين إيديك وبتنجز أشياء إن شاء الله بتكون إيجابية أما على المستوى العاطفي يعني عندك نشاط عاطفي ولكن مش النشاط القوي يعني ما دخلنا بالقوة الكاملة ولكن الأمور مستقرة أما بالنسبة لبيتك السادس فالأمر يعني شوي بتطلب منك جهد زيادة لإنجاز الأعمال الموكلة إليك لأنه كثير عندك انشغالات وعندك مسؤوليات وعندك أمور ملحة ظاهرة على الساحة بحاجة لإنجازاتك ما تهمل وتراكم العمل عندك لأنه رح يتسجل عليك وبالمقابل راعي وضعك الصحي أما بالنسبة لبيتك السابع فالأمور جيدة على مستوى الشراك المالية والعاطفية والأمور مستقرة تماما وبالعكس اليوم بتقدر تطرح أي فكرة لأي شغل جديد ممكن يلاقي آذان صاغي لإلك أما بالنسبة لبيتك الثامن فعندك بعض الإجراءات القانونية أو الإجراءات في الدوائر الحكومية لأمور تمام وبرضو دعمك الحظ فيها بشكل إيجابي ولكن برضو ما تعتمد على الحظ اعتمد على الأوراق الموجودة بين إيديك ممكن أنك اليوم الطالب بديون وتحصلها وممكن أنك أنت توقع على أوراق وتكون لصالحك أما بالنسبة لبيتك التاسع يعني الحظوظ ما بتدعمك في البيت التاسع بالشكل الكافي بدك تعتمد على جهدك إذا كان عندك امتحان أو قضية قضائية أو حتى أمور إلها علاقة بالسفر والهجرة ودائرة الهجرة يعني بدها شوي تركيز ما رح يكون الدعم الكبير اللي موجود في هذا البيت أما بالنسبة لبيتك العاشر فالخلافات بينك وبين رؤسائك في العملك أو زملائك في العمل أو مع المؤسسات الكبيرة بقول لك بلاش أنك تدخل بمشاكل معاهم حاول أنك تمسك أعصابك حاول تنجز اللي أنت بتقدر عليه من أعمال موكة لإلك بدون ما تفتح على نفسك مشاكل أنت بيغنى عنها أما بالنسبة لبيتك الـ 11 فالأمور مع الأصدقاء ودعم الأصدقاء شايفوا أنا في إيجابية في عندك كثير من النشاطات اليوم ممكن دعوة أو زيارة أو لقاءات مع الأصدقاء يعني بشكل ممتاز ممكن يتوجه لك دعوة لحفلة أو مناسبة ويكون فيها كثير من الأشياء اللي ممكن يتحققها من خلال هذا الاجتماع أما بالنسبة لبيتك الـ 12 فأنا شايف أن الأمور بلشت تستقر من ناحية بيت المتاعب ما في أي خوف ولا أي مخاطر الأمور تمام وماشية وانت مسيطر عليها حاول أنك أنت برضو ما تستغل هذا الإيجابية بأنك أنت تخاطر في أمور وتقول ما أنا محمي من الحضوظ لا الحضوظ مش بالشكل القوي اللي تحميك في هيك مواقف حاول أنك ما تخالف القوانين وحاول أنك أنت تلتزم بالقوانين خلال الفترة القادمة برج الميزان ثم فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي وفي ساعات الصباح بتنشطه في السفر والاتصالات وبتعززه العلاقة مع أخ أو معجر تدعمك الحضوظ وبتكون جريء في التعبير عن رأيك وبتتمتع بسرعة بديهة وخاطر وبتلفت الأنظر الأجواء لطيفة وممكن تحمل لك لقاء عاطفي أو مصالحة أو ورشة عمل لتأهيل قدراتك هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف الخرطة الفلكية إيش بتحكي لك بالنسبة لبيتك الأول ما في أي مشاكل ما في أي متاعب ما في أي شيء ضدك وبرضو ما في معك حضوظ يعني نفسيتك طبيعية جدا أما بالنسبة لبيتك الثاني فأنا شايف أنه شوي في بعض الضغوطات المالية في بعض المتطلبات وبعض الالتزامات خلال هذا النهار يعني بدك تدير بالك برضو من المصاريف اللي ما فيه الها داعي أما بالنسبة لبيتك الثالث فشوي برضو الحضوظ فيها شبه معدومة يعني تنقلاتك اتصالاتك اليوم بدك تعتمد على نفسك فيها ولكن ما فيه داعي للتهور وما فيه داعي للعصبية وحاول أنك أنت ما تعصب حتى بين أبنائك أخ أو جار يعني ما فيه داعي لها الأمور هاي أما بالنسبة لبيتك الرابع فالحضوظ بتدعمك بشكل طفيف جدا فعشان هيك الأمور في البيت مستقرة وما فيه عندك أي شيء يذكر أما بالنسبة لبيتك الخامس فأنا شايف أنه فيه حضوظ وفيه بعض النشاطات اليوم يعني على المستوى العاطفي على المستوى التجميلي على المستوى حتى على مستوى الحب فالأمور عندك يعني شيئا ما ممتازي ومقبولي أما بالنسبة لبيتك السادس فالأمور ممتازي جدا وخصوصا اتجاه العمل رغم أنه العمل كثير وعندك متطلبات كثيرة خلال هذا النهار ولكن أنت عندك القدرة على إنجازها ولكن لا تتعامل بسلبي بالأمر وفي نفس اللحظة راعي وضعك الصحي أما بالنسبة لبيتك السابع وبيتك الثامن فما فيه أي شيء لا سلبي ولا إيجابي فيها فعشان هيك الشراكة المالية والعاطفية فهي طبيعية وبالنسبة للأمور الغيبية أو الضرائب أو الأمور اللي إلها علاقة بالموارث يعني لو طرحتها بتكون الأمور طبيعية جدا ما فيه أي شيء سلبي يأثر عليك أما بالنسبة لبيتك التاسع فالأمور عندك اليوم مشحونة ممكن يصير معك صدام مع جهات خارجية أو مع مؤسسة تعليمية إذا كان عندك امتحان فلا تعتمد على الحظود نهائيا بالعكس بدك تعتمد على جهدك أنت وعلى دراستك أنت وإذا كان عندك أي اتصالات خارجية فالفترة هاي أنا بحكي لك أنه مش راح تكون مثل ما بدك أما بالنسبة لبيتك العاشر فأنا بحكي لك العلاقتك مع المسؤولين وزملائك في العمل الجيدة أمور العمل أنت قادر تنجزها بشكل إيجابي جدا أما بالنسبة للعلاقات الاجتماعية فاليوم عندك كثير من الواجبات الاجتماعية والتنقلات والاتصالات وممكن يكون دعوة من أصدقاء أو دعوة لحفلة أو دعوة لمناسبة معينة أو بتقوم أنت في بعض الواجبات الاجتماعية أما بالنسبة لبيت متاعبك يعني في أشياء إيجابية معك في أشياء بتحميك وبتحصنك خلال هذا النهار ولكن بدك تنتبه من عصبيتك وبرضو من تقلب مزاجك في بعض الأوقات لأنه ممكن عصبيتك يتأثر على هذا الشيء برج العقرب ثقتكم بأنفسكم كبيري وبعمكم النشاط وبوسعكم السيطرة على زمام الأمور حتى ساعات الصباح في ساعات الصباح بتنهمكم في ضبط ميزانيتكم امتنعوا عن مشتريات غير ضرورية بتهتم بتوظيف أموالك وكون عاقل في صرف الأموال بتهتم لمناقشة دعم مالي أو قرض أو بتفكر في بعض الاستثمارات والتوظيفات فترة إيجابية ممكن تحقق من خلالها ربح هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف في القارطة إيش بتحكي لك شايف بيت الشخصية عندك طبيعي ما فيه أي شيء يذكر لا سلبي ولا إيجابي يعني معنوياتك على طبيعتها ما فيه أي شيء يأثر عليك أو ينرفزك أو يعصبك خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيتك المال فعليا هو فيه نوع من أنواع الضغط فيه بعض المصاريف فيه بعض الأفكار المادية اللي أنت بتفكر فيها اليوم أو بعض الالتزامات بتحاول أنك تخلصها أو تنهيها هذا اليوم حاول أنك أنت تتعامل معها بهدوء وروية دون المصاريف لزيادة لأنه ما فيه داعي أنك تصرف في المكان الغير مناسب أما بالنسبة لبيتك الثالث برضو شايف أنه شوية عصبية عندك مع أخ أو مع جار أو أحد أفراد البيت وما فيه داعي للتهور ولا المغامرة ولا المخاطرة خلال هذا النهار لأنه شوي الأمور مش إيجابية خصوصا في الاتصالات والمواصلات أما بالنسبة لبيتك الرابع فأنا شايف الأمور مستقرة الحظوظ بتلعب دور معك الأمر طبيعي بالنسبة للبيت ما فيه شيء بزعجك بالعكس يعني أنا شايف أنه فيه دعم من خلال المنزل أو من أحد أفراد البيت أما بالنسبة لبيتك الخامس ففترة عاطفية فترة فيها تجميل أو فيها اهتمام بالشكل فيه أشياء إيجابية بتلعب في هذا البيت بالذات وممكن يكون عندك بعض اللقاءات العاطفية أما بالنسبة لبيتك السادس فلا تدع أن الأعمال تتراكم عندك الفترة هاي شوي حساسة راقب وضعك الصحي لأنه يعني فيه نوع من أنواع الضغط السلبي في هذا المكان أما بالنسبة لبيتك السابع فالضغط أقل سلبيا في بيت الشراكي والمالية والعاطفية وإن شاء الله إن هالأمور بتمشي على خير وما فيه ضغط يذكر خلال هذا النهار ولكن بدك تنتبه من ردات فعلك وعصبيتك أما بالنسبة لبيتك الثامن انتبه أنه ما تضيع أي شيء أو تنسى أي شيء وين أنت حطيته فقدان أوراق ثبوتية أوراق مهمة ركز يعني هذا أمر لازم منك تهتمله ودير بالك من حد أنه يستغل طيبتك وعاطفتك من ناحية مالية ويروح له من دين منك فلوس فما تتأمل أنه يرجع لك إياها أما بالنسبة لبيتك التاسع فالأمور فيها حظوظ ممتازة يعني شيئا ما بتنشي لك أنه جريت بعض الاتصالات مع أشخاص خارج البلد طلبت منهم مساعدة أو إذا كان عندك امتحان اليوم جيد أو إذا كان عندك أي إجراءات بنكية أو معاملات في المحاكم فهذا أمر ممتاز أما بالنسبة لبيتك العاشر برضو على مستوى العمل أنت مسيطر على الأمور يمكن يجيك إثناء أو إطراء من أحد المدراء في مجال عملك أو المسؤولين أو حتى من زملائك أما بالنسبة لبيتك الـ 11 فاليوم حاول تمسك أعصابك إن دعيت لحفلة أو مناسبة أو علاقة مع أصدقاء فلا تحاول أنك تسيطر عليهم ولا تفرض رأيك عليهم وحاول أنك أنت تعمل الإشي المناسب واللي هو أنك تتعامل مع الكل بطيبة على حسب طبيعة قلبك وعواطفك أما بالنسبة لبيت المتعب عندك فما في أي مشاكل تذكر الأمور يعني آمنة وإن شاء الله أنه أمورك تكون ممتازة جدا برج القوس يعني بما أنه القمر كان موجود في بيت متعبك ورح ينتقل اللي عندك يعني اللي بتشعروا فيه منتعب وتراجعوا في الصحة في ساعات الليل بزول مع اقتراب ساعات النهر بتمتلكوا نشاطوا حيوية بقدروا إلى خطة جديدة بتدعم مكانتكم الاجتماعية انفراج وممكن يكون ملموس بعد مراوحة وركود إلها عدة أيام عليك التحلي بالحكمة والواقعية للأمور تشتد عزيمتك وبترتفع المعنويات وتستعيد سيطرتك وتحقيق نجاح باهر هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف خارجتك الفلكية ايش بتحكي لك بالنسبة لبيتك الأول أنا شايف الأمور يعني لا هي ضغطة ولا هي فيها حضوض نفسيتك كما هي على طبيعتها بتتحرك على طبيعتك اهتمامك في نفسك على طبيعته ما في أي شيء ينكد عليك إلا أنه أنت شوي مضغوط لأنه ما زال القمر في تحركاته ولسه ما وصلك بالكامل فعشان هيك شوي بتحس أنه في عندك نوع من ردات الفعل أو العصبية أو ردات الفعل السلبية بالنسبة لبيتك الثاني عندك بعض المصاريف والمطلبات المالية عندك اهتمام بفوترة أو في أشياء ضرورية أو غير ضرورية بدك تشتريها حاول أنك أنت تشتري الإشي الضروري اللي مش ضروري ابتعد عنه بالنسبة لبيتك الثالث شايف أنه شوي في نوع من أنواع المعاكسات والضغوطات عليك في اتصالاتك ومواصلاتك إذا كان عندك امتحان أو مقابل اليوم بدك تستعد بشكل مزبوط يحاول أنك تنتبه على الطرقات في حال تنقلاتك خصوصا في فترات نهار كاملة لأنه في نوع من أنواع الضغط الكبير واضح في الخارطة الفلكية أما بالنسبة لبيتك الرابع بما أنه إيجابيته بسيطة وبيتك الثالث في سلبية فبقول لك دير بالك من بعض المشاحنات داخل المنزل وخصوصا مع أخ أو مع جار أو مع أخذ أفراد المنزل أما بالنسبة للأمور الثانوية فما في أي شيء لا أعطال ولا أمور ممكن أنها ترهقك خلال هذا النهار داخل المنزل بالعكس الأمور هادية وممكن أنك أنت تعيش بالسلام أما بالنسبة لبيتك الخامس فعندك بعض الحطوض يعني طفيفة جدا خصوصا في أمور العاطفة حاول أنك أنت تستغلها خلال هذا النهار بدون أي مشاحنات أو سلبيات أما بالنسبة لبيتك السادس فأنا شايف أنه في عندك أعمال راح تتراكم عندك أمور والتزامات كثيرة اليوم حاول أنك تنجزها وما تأجلها لأنه بس اليومين هدولة فيهم ضغط وبعدين الأمور بتصير لصالحك أما بالنسبة إلى وضع الصحي فبحكي لك بدك تنتبه على نفسك ما في داعي للمخاطرة وأي أعراض جانبية بتحس فيها راجع طبيبك أما بالنسبة لبيت الشراك المالية والعاطفية فالأمر يعني فيه نوع من الحدية في الطباع رغم أن الأجواء ممتازة وممكن أنك تستغلها بشكل إيجابي أما بالنسبة لبيتك الثامن ما فيه أي شيء ضاغط عليك لا سلبي ولا إيجابي فعشان هيك الأمر طبيعي جدا على الأمور القانونية والوثائق القانونية أو التنقلات البنكية أو استرداد بعض الأموال إليك أو بعض التعويضات فهذا أمر طبيعي أما بالنسبة لبيتك التاسع فبشوف الحظوظ جيد شيئا ما بتساعدك في بعض الأوقات خصوصا إذا كان عندك امتحان أو معاملات بنكية أو بعض الأمور القضائية ولكن مش بالقوة اللي أنت بترجوها بالفترة هاي أنت بدك إشي أكثر من هيك أحسن من أنه يكون ما فيه ولا أي شيء أما بالنسبة لعلاقاتك بالعمل أو مع المؤسسات الكبيرة فبحكي لك الوضع ضاغط شوي فعشان هيك بدك تمسك أعصابك ما تراكم العمل ما تدخل بنقاشات أو مشادات كلامية مع زملائك في العمل أو مع المسؤولين عنك في العمل بالنسبة لبيتك كل 11 فشايف اليوم عندك بعض الالتزامات الاجتماعية ممكن دعوة أو حفلة أو مناسبة أو لقاء أصدقاء أو تحركات مع الأصدقاء أو بعض الأصدقاء ممكن يساعدوك في شيء معين يعني بيت إيجابي أما بالنسبة لبيتك الثاني عشر فما في أي شيء بيخوف أو ضغوط عليك أو حد بتآمر عليك بالفترة بالعكس الوضع طبيعي وماشي الأمور إن شاء الله على خير برج الجدي بتنشطوا اجتماعيا وتلتقوا الأصدقاء لغاية ساعات الصباح أما في ساعات الصباح لازم تنتبهوا جيدا لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم تهدأ وطيرتك إلى حد الركود ممكن تلغي مشاريعك أو ممكن تعاني من تراجع في المعنويات أو الصحة ما تحسم أمر فترة سلبية مخيبة للأمال وممكن تندم على أي خطوة ممكن تقوم فيها في هذه الفترة هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف خارطتك الفلكية بشو بتحكي لك بالنسبة لبيتك الأول يعني أنا اللي شايفه نطيل النهار ما فيه أي شيء ضاغط على نفسيتك أمورك مستقرة الأمر طبيعي جدا ما فيه أي سلبية أو إيجابية يعني الأمر الطبيعي بالنسبة لبيتك الثاني فأنا شايف أنه فيه بعض الضغوطات المالية أو الأمور اللي إلها علاقة بالفوتير والفوترة هي اللي ضغطيتك بالفترة يعني حاول أنك تنجز اللي عليك من التزامات أو فوتير خلال الفترة بعقلانية ما تحاول أنك تراكم على حالك المصاريف أو الديون أما بالنسبة لبيتك الثالث فالأمر يعني تقريبا بدنا نحكي أنه محايد ولكن أنه فيه بعض السلبية خلال فترة النهار يعني فترة الصباح لغاية الظهر ممكن يكون عندك بعض العصبية اتجاه أحد أفراد العائلة أو الجيران أو الإخوة حاول أنك تضبط أعصابك عندك كثير من الاتصالات والتنقلات اليوم إذا كان عندك امتحان أو مقابلة استعدلها بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض أما بالنسبة لبيتك الرابع فأنا بحكي وضع البيت عندك مستقر تماما ما فيه أي مشاكل تذكر ولا فيه أي حدية تذكر بالعكس ممكن تلاقي فيه نوع من أنواع الدعم من بعض أفراد العائلة أو شخص من العائلة يدعمك بشكل أو بشيء ما أما بالنسبة لبيتك الخامس فأنا شايف أنه شوي الحضوض ضعيفة خلال هذا النهار عندك بعض الإهمال في نفسك أو في عواطفك أو حتى في اهتمامك في نفسك حاول أنك أنت تركز مظبوط ما تحاول أنك تكبر الأمور حاول أنك أنت تتعامل معها بالوسطية على أساس أنه ما تخسر حدا وما يكون فيه مشاكل بينك وبين أي حد خصوصا من الحبايب أما بالنسبة لبيتك السادس فأنا شايف أنه الوضع الصحي بالدنوع من الاهتمام ما تترك العمل يتراكم عندك أو تتراكم الأمور عليك لأنه شوي هاي الأمور ضغطة راقب وضعك الصحي إذا احتاج الأمر خصوصا في ساعات لغاية الظهيرة إذا احتاج الأمر لمراجعة الطبيب أو استشار الطبيب فالأمر بيكون خير إن شعرت فيه شيء بيستهل هذا الأمر أما بالنسبة لبيتك السابع فأنا شايف الأمور والحظوظ جيدة جدا فإذا كان اليوم عندك مشروع أو فكرة معينة أو تحسين على مجال عملك أو شيء له علاقة بالشراكة المالية والعاطفية فهو جيد وإقدم عليه وما تخاف أما بالنسبة لبيتك الثامن الحظوظ طفيفة جدا يعني إذا كان لك ديون أو أشياء متطلبات حابة طالب فيها هذا النهار يعني جيدة ولكن إنه ممكن إنه مش في نفس اليوم يعني تتحقق الأمور هاي ممكن بعد يومين أو ثلاثي إنها تتحقق وتكون إيجابية أما بالنسبة لبيتك التاسع فأنا شايف إذا عندك امتحان أو مقابل اليوم أو اتصالات خارجية بدك تستعدلها بشكل جيد يعني في نوع من أنواع الضغط السلبي موجود على الساحة بيأثر عليك بشكل سلبي إذا عندك بعض الأوراق أو محكمة أو قضية حاول إنك أنت ترتب أوراقك بشكل جيد ما في داعي للعصبية ولا في داعي للتهور خلال اليومين القادمات إن شاء الله بتتحسن الأمور بتصير لصالحك بالكامل أما بالنسبة لبيتك العاشر فأنا بحكي لك إنه اليوم عندك كثير من الأشياء اللي أنت بتتعامل فيها مع المؤسسات الكبيرة أو الشركات الكبيرة ورح تكون دعمة بالنسبة لإلك في كل الاتجاهات يعني في نوع من أنواع الحظوظ إذا أنت حاب تيدم لوظيفة حتى في هاي المؤسسات رح تكون لصالحك وإن شاء الله إنه بتنقبل على هذه الوظيفة أما بالنسبة لعلاقتك مع الزملاء ومدراءك ومسؤولين في العمل فهي جيدة وممكن يكون فيه نوع من الثناء أو الإطراء لبعض إنجازاتك أما بالنسبة لبيت العلاقات الاجتماعية بيتك 11 فأنا شايف أنه اليوم في عندك نشاط اجتماعي بعض التحركات الاجتماعية أو اللقاءات أو علاقة مع الأصدقاء أو اتصال مع الأصدقاء ومساعدة بعض الأصدقاء لإلك بشكل إيجابي أما بالنسبة لبيت متاعبك فاليوم يعني إيجابي ما فيه أي شيء يذكر ما فيه حد بتآمر عليك بالعكس أنت كاشف الأمور بشكل إيجابي كامل وساند ظهرك بطريقة إيجابية وحامي نفسك على أساس هيك أنت الأقوى بالفترة هاي مرج الدلو بينصب اهتمامكم حول الدفع بمصالحكم في مجال العمل وتدعيم مركزكم الاجتماعي حتى ساعات الصباح أما بعد ساعات الصباح بتلتقوا الأصدقاء ومنكم من يحقق أمني بمساعدة صديق ومنكم من يشارك في مناسبة سعيدة تتسع الأفاق وبتحتفل بنجاح أو تطور علاقة ممكن تعزز شعبيتك وتحصد الأرباح بتفرح لوقوف أحد الأصدقاء أو لا قارب إلى جانبك بتخف في الضغوط وبيطمئن بالك هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف قارتك الشخصية إيش بتحكي لك بالنسبة لبيتك الأول أنا شايف اليوم نفسيتك أحسن من الأمس شايف عندك بعض النشاطات اليوم مهتم في حالك كثير حاب أنك أنت تنطلق انطلاق جديد خلال هذا النهار الأمور جيدة وانطلاقة مباركة أما بالنسبة لبيتك الثاني فأنا شايف أنه شوي في بعض الأفكار أو التفكير في الأمور المالية أو الأمور اللي إلها علاقة في سداد أو فواتير أو الالتزامات عليك بالفترة هاي رغم أنه في بعض الدعم جايك أو هدية معينة أو تكريم معين أو احتفال معين رح يكون خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيتك الثالث فأنا شايف أنه شوي ضاغط عليك عصبية وبعض المشاحنات داخل المنزل مع أخ أو مع أب أو مع جار وبيتك الرابع نفس الشيء فعشان هيك بقولك بدك تنتبه من الحدية في الطباع والتصرفات المتسرعة وحاول أنك أنت تتجاوز الفترة هاي بسهولة ما في داع المخاطرة ولا المغامرة أثناء القيادة وحاول تنتبه لأجهزتك خصوصا الاتصالات والمواصلات أما بالنسبة لبيتك السادس فأنا شايف الوضع الصحي عندك شوي في بعض العلامات عليه إذا شعرت بأي شيء أو عارض حاول أنك أنت تهتم بصحتك بشكل كبير وما تنسى أنك تراجع طبيب إن شعرت بأعراض غير معتادة أو غير اعتيادية أما بالنسبة لبيتك السابع فأنا شايف أن الأمور عندك إيجابية جدا إذا عندك فكرة أو عندك مشروع معين حاب أنك تقدمه خلال هذا النهار قدمه بإيجابية لأن الأمور دعملة إليك حتى لو حبيت أنك تعمل تغييرات أو تطور عملك خلال هذا النهار الأمور ممتازة أما بالنسبة لبيتك الثامن فأنا شايف أن الأمور ضغطة عليك ممكن عندك إجراءات أو معاملات حاب أنك تنجزها حاول أنك تنجزها بدون مخالفة قوانين إذا إلك أموال من تعويضات من ضريبة أو من تأمين أو هذا اليوم ما رح يكون إلها تحصيل أو رح يتم التأخير فيها أصبر يومين وإن شاء الله الأمور تنحل بشكل إيجابي أما بالنسبة لبيتك التاسع فهو ممتاز جدا للاتصالات للامتحانات للمقابلات مع مؤسسات أجنبية للقضايا للأمور البنكية لأي شيء له علاقة بهذه المجالات اللي أنا ذكرتها هو إيجابي بشكل ممتاز أما بالنسبة لبيتك العاشر فأنا شايف أنه لا في حد يدعم ولا في سلبية تأثر عليك فالأمر طبيعي جدا بالنسبة لعملك روتيني تماما يعني ما في أي شيء جديد أما بالنسبة لبيتك الـ 11 بيت العلاقات الإجتماعية والتحركات فأنا شايف أنه اليوم في عندك بعض الدعوات أو بعض التحركات مع الأصدقاء أو الاتصال في الأصدقاء طلب منهم المساعدة أو المعاونة بشكل إيجابي رح يكون الرد عليك إن شاء الله أما بالنسبة لبيتك 12 فأنا شايف أنه الأمور مستقرة تماما ما تخاف من حد ولا تخاف من أي شيء البيت المتاعب عندك إيجابي وداعم لا إلك برج الحوت بتنشطوا في السفر والاتصالات البعيدة وفي ساعات الصباح بتنجحوا في المحافظة على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية حافظ على إنجازاتك القائمة هدئ من روعك وما تنفعل اتجنب مخالفات القوانين وإحرص على استقرار وضعك هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف الخارطة الفلكية إيش بتحكي لك بالنسبة للبيت الأول أنت نفسيا اليوم أريح من اليومين اللي مضوا بالعكس يعني نفسيا أنت مرتاح حابب أنك تتحرك وتنطلق حابب أنك تغير حتى لو في شكلك عندك اهتمام بنفسك بشكل واضح جدا أما بالنسبة للبيت الثاني ما زالت الالتزامات المالية ضاغطة عليك عندك تفكير بالحلول الحلول أو بتفكر بالحلول وحاب أنك أنت تنجز بعض هذه الالتزامات حاب أنك تجدولها أو ترتبها بطريقة ما ولكن انتبه من المصريف أما بالنسبة لبيتك الثالث فأنا شايف أنه اليوم في نوع من أنواع التهور عندك نوع من الاندفاع والعصبية حاول تمسك عصابك وما تتهور وما تعصب وما في داعي لمشاحنات مع الإخوة أو الأقارب أو أهل البيت أو الجيران حتى وانتبه أثناء القيادة أما بالنسبة لبيتك الرابع فأنا شايف أنه نفس الشيء ضاغط فعشان هيك حكيت لك في أمور البيت دير بالك من المشاحنات أو من الأعطال المنزلية اللي بتطلب منك التدخل لإعادة تصليحة أما بالنسبة لبيتك الخامس فالحضوظ بتلعب دور كبير معك من ناحية عاطفية يعني فيه نوع من أنواع الدعم بساعدك بشكل كبير أما بالنسبة لبيتك السادس فأنا بقول لك بدك تهتم بصحتك شوي وإذا عندك أعمال حاول تنجزها وحاول أنك ما ترهق نفسك حاول أنك أنت تخلد للراحة كل شوي أما بالنسبة لبيتك السابع فالأمور شوي برضو نفس الشيء فيها نوع من أنواع الضغط حاول أنه أنت ما يعني لو نفتح معك موضوع على أنه أنت اللي مقصر أو أنت اللي سبب في هاي المشاكل أو اللوم عليك من باب الشراك المالية والعاطفية فإن تجنب الموضوع ما تدخل في نقاشات هي الفترة هاي حادة أساسا بدها يومين وبترتاح أما بالنسبة لبيتك الثامن فأنا شايف أنه اليوم جيد جدا إذا عندك إجراءات قانونية أو بعض المعاملات القانونية حاول تنجزها فهذا اليوم ممتاز جدا والحفظ حليفة وإذا عندك إشي أنت كنت مقدم له أو إلك دعم معين أو إلك تعويضات معينة حاب تستردها ابدأ من اليوم بالمراجعة فيها فإن شاء الله بتكون لصالحك أما بالنسبة لبيتك التاسع فهو خالي من أي ضغوطات وبرضو من الحضوض فالأمر طبيعي جدا على حسب أنت تحركاتك الأمور بتصير أما بالنسبة لبيتك العاشر فأنا شايف أنه اليوم إذا كان عندك نوع من أنواع الأعمال في شركات أو مؤسسات كبيرة أو عملك حاول أنك أنت تنجز كل الأمور ما في حظ بدعمك وما في أي سلبية برضو بتتراكم عليه أما بالنسبة لبيتك الـ 11 فأنا شايف أنه اليوم عندك بعض النشاطات الاجتماعية بعض اللقاءات مع الأصدقاء ممكن يصير دعوة لحفلة أو مناسبة أنت تلبي النداء فيها الأمور بتكون ممتازة وممكن أحد الأصدقاء يبادر بمساعدتك أو بنشور عليك بطريقة معينة أنك أنت تطلع من المشكلة من المشاكل اللي أنت بتعاني منها أما بالنسبة لبيت متعبك فهو آمن تماما ما في أي ضغوطات بتأثر عليك بالفترة هاي حاول أنك أنت تتحرك بإيجابية وما تقلق من أي شيء وراء الكواليس هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء